السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ووهلا بكم في حلقة جديدة نتبع فيها رسائل عبير موسي إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد تعون قضائية ضد رئيس الجمهورية قيس سعيد وضد عديد الأوامر اللي أصدرهم في الفترة الأخيرة بعد 25 جوليا نحكيه على التحركات في الشارع والقضاء العسكري على الخط باش نحكيه على هذا الملف خاصة من منظور قطاع المحامات في البداية خليني نبدأ برئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي اللي انتقدت رئيس الجمهورية قيس سعيد وخاصة انتقدت المسألة اللي قادرة وجلها قيس سعيد حاليا اللي هي التصويت الإلكتروني وإلا الاستفتاء الإلكتروني في حوض باش نعمل الاستفتاء على تغيير نظام الحكم رئيسي ولا برلماني الاستفتاء العادي اللي نعرفه هو انه معناه يتبع على الإجراءات حتى لو ننصر انه نعملوا يوم وكأنه انتخابات ولكن مانيش بش نلقاه أحزاب سياسية ولا هكا كرويت فيهم الأحزاب ولا القائمات المترشحة بش نلقاه تغيير نظام السياسي رئيسي ولا برلماني يعني يا أما نعم أم لا ولا يقول لك رئيسي برلماني يا أما يقول لك هل توافق على تغيير نظام السياسي في تونس إلى سياسي نعم ولا لا بش تختار منهم ولا يقول لك كيفاش تحب انت النظام السياسي في تونس واحد نظام رئيسي اثنين نظام برلماني مثلا نجم كون ثلاثة نظام برلماني معادل اتستيرا والتوينسة الاستفتاء هو بش يحط الكروه في المربع اللي هو حاشتو به قيسة سعيدة حب يعمل استفتاء مش بطريقة هذي حب يعمل استفتاء الكتروني كيفاش نجموه نعملوه ولا ما نجموش نعملوه شنوه المخاطر نمتاعه شنوه صعوبة نمتاعه هذا اللي حكيت عليها عابير موسي واعتبرت انه الطريقة هذي منتع التصويت الالكتروني فيها تزوير وتقول اللي النية المسبقة هي لتزوير الاستفتاء والاستغلال المال العام وتقول اللي هي وجهة تنبيه رسمي لوزير تكنولوجيات الاتصال اكدت عابير موسي انه حوار المنصات حتى الحوار الوطني اللي احكي عليه قيسي سعيدة عبر المنصات يعني حوار عن بعض عبارة من يعني فما منصة الكترونية وبش تتعمل في كل معتمدية منصة شوفوا التجهيزات اللي بش يتم استعمالها خان فهمكم ساعة المنصة تذي في كل معتمدية بش يكون متاح لأي شيء في المعتمدية يعني في عمق المناطق الريفية وكلهم بش يشيركوا في هالمنصة منصة على الحوار هذي وبش يعبروا على رأيهم في الماشي غير شنو يحبوش وما يحبوش كيفش الحكم كيفش شكون اللي يحكمهم شكون اللي يمثلهم التنسيقية الجهوية المركزية الشغل الاشكال الاشكال هنا او خصوم رئيس الجمهورية اللي يعبروا عليه معناه هذا وحتى عبر موسي تقول كذا يراه مجرد اي لا للتزوير واصلا فمانية مسبقة اذا كانش تحكي هكا فمانية مسبقة للتزوير عليش هو هذا ما يخدمش رئيس الجمهورية لانه حتى لو كان يصير بطريقة اعتباطية معناه يصير طريقة عادية ويصير النسب تكون مثال نسبة كبيرة موافقة توجهات رئيس الجمهورية فانه بشي شكوا فيه الخصوم بسهولة تام عليش يقولك انت شكون الضامن انه الناس اللي صوتت هما بيدهم وعين وفاهمين بالشي اللي يقولوا فيه ولا موافقين على البرنامج شكون قال ما تمش التلاعب بالتصويت متاحهم وفما شكون صوت في بلاصتهم ولا شكون اضغط عليهم بشي صوت لانه مش كما تصوت في خلوة انت حر تحكم ضميرك رو فمى الاخلالات وفما الفلوس وعندك ضميرك هذيك تتحاسب عليه معنا يا قدام ربي في البلاد هذي وتختار الحاجة اللي تتحب عليك في الاستفتاءة الاخر شكون يقال الكنيكسيون بش تكون مريقلة وبش يعني تتم العملية بطريقة سهلة وسلسة ومبسطة شكون قال مش مش يتم فيها التزوير شكون قال مش مش يتم الضغط على الناس دون كذوم الكل اللي راهم حجج بش يرتكزوا عليهم الخصوم وقيس سعيد والفريق اللي عمله الشي هذي اللي بش يتم التشكيكتي هي انت خابعة تتصير في صندوق الاقتراع وتصير معناه في المكاتب وفما مراقبين دوليين ووطنيين ومجتمع مدني وسيل اعلام وتستيرا وتستيرا وتلقى انت يشكوا فيها مبعد وساعة يلجؤوا للمحاكم وساعة يقول لك هذا مش شرعي وتستيرا دونك تقول عابير موسي زيتا بش يتم استغلال الميل العام وامكانية الدولة دون وجه حق لتحقيق منفعة شخصية لرئيس الجمهورية قيس سعيد تقول انه حوار تقر السلطة وتطرح اسئلته وتجمع الاجوبة عليه وتعلن نتيجة متاعه هو حوار السلطة مع نفسها تحكي مع روحها لا يحق لها انها تنسب للشعب التونسي بش تتغطى بارادة وهمية وتمرر شهوات رئيسها على حد تعبير عابير موسي اللي تقول انه تم التوجه الى وزير تكنولوجيات الاتصال بصفة الممثل القانوني للوزارة بمحظر تنبيه بوسطة عدل تنفيذ تضمن تحذيره من الاستجابة او تضمن تحذيره من الاستجابة لمطلب انجاز المنصات وتنظيم الحوار واكدت انه تم اشعاره بانه تنفيذ المشروع هذا يعتبر جريمة تبقى الفصل 96 من المجلة الجزائية باعتبار البزارة بسدد استعمال السلطة والنفوذ لتحقيق منفعة سياسية شخصية لوجه لطالبها فيها وهي زادة بسدد استعمال الميل العام للإذرار بمؤسسات الدولة الى غير ذلك خلينا نشوف بعض الشخصيات السياسية اليوم اللي عندها برشا انتقادات لرئيس الجمهورية وريد جليد يقول قيس سعيد هو اليوم اللي اصبح خطر جيثم على البلاد التونسية والمناخ العام اللي يوم تعفن اكثر فاكثر من جهة اخرى قضائيا اللي فمه اكثر من 10 طعون قضائيا اتقدمت في الامر الرئيسي عدد 117 اللي صدر نهار 22 سبتمبر واللي فيه واللي من وقتها فمه تحول كبير في المواقف في التيار الديمقراطي كان موافق الـ 25 جويل لكن النهار 22 سبتمبر بدل كل شي 22 سبتمبر اللي فيه معنا تجميد المنح متاع النواب اللي فيه صلاحية رئيس الجمهورية يعين حكومة وتأدي الام يقدامه وهو يشوف على المجلس الوزاري وهو هكالحكايات هذيك الكل وتجميد البرلمان الى مالانيهية وفيه برشة اجراءات الحصيل واللي ما عجبتش برشة الخصوم وحتى اصدقاء الامس شوفوا انه المحكمة الادارية يعني تلقات هاتعون هذي بيش تبت فيها وتعون مقدمة من قبل مجتمع مدني اخرين من نواب في البرلمان المعلقة الاعمال متاعه من بينهم شكون التعن في المرسوم ككل ناس اخرين قدموا طعون متعلقة اساسا بالبيب الاول اللي نص على تواصل تعليق جميع اختصاصات البرلمان وتواصل رفع الحصانة البرلمانية على كل النواب ووضحت لكافة من نحو الامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب واعضاء يعني فما اللي قدم عريضة ضد المرسوم الكل وفما اللي فما بعض النقاط هو اللي اعترض عليها مبروك كورشيد نئب في البرلمان السابق كان يعني اعلن على تحرير مطلب في التظلم المسبق قدعا من خليل ورئيس الجمهورية الى انه يتراجع على الامر المنظم للسلطة العمومية عدد مية وسبعتاش ويقول انه التراجع هذية لانه يخالف السياغ والاجراءات القانونية ويتجاوز السلطة والخطأ في القانون خلينا نشوف المحامات المحامات بودربيل عميد المحامين يقول لابد من تسقيف الاجراءات الاستثنائية ونجدد رفضنا امام القضاء العسكري يطالب انه بتسقيف الاجراءات الاستثنائية يلزم يكون عندهم حد واضح وحاجة اخرى المحاكمات العسكرية اللي سايرة هو يرفضهم كعميد وكعميدة للمحامين في تونس